اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة حالتهم عليهم نار تسعة وليا 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 يلا عندنا جنازة خلنا نجنز عليها وشيعة علي الكرار حالتهم حالتهم شديه من عيناهم غللي وبساق وبساق مطروح فوق الجسور يا زهراء مطروح فوق الجسور ما فكاو ما فكاو حديه صاحت يا ببراهيم يا مكسايرك شهر لكن ما الأمر والمرجع لله لا حول ولا أقوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وردى عن إمامنا وسيدنا الإمام الرضة عليه السلام من زار قبر أبي ببغداد كان كمن زار رسول الله وقبر أمير المؤمنين صدق حبيبي وسيدي ومولاي ونور عيني الإمام الرضا عليه السلام وقبل الصلوات لا بأس إخواني أن نصنع قياما أخيرا بارك الله فيكم تلحب تحرق قليل في الأمام الأيمة إثنى عشر أولهم علي وآخرهم القائم المؤمل والعدل المنتظر ترجمة نانسي قنقر اللهم ارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا كريم يا كريم حديثنا انطلاقا من هذه الكلمة المباركة يقع تحت عنوان الامام الكاظم عليه السلام من سجن السندي ابن شاهك إلى الشهادة ويقع الحديث في نقطتين الأولى في ظروف الامام الكاظم عليه السلام في سجن السندي ابن شاهك والنقطة الثانية والأخيرة وهي في تفاصيل شهادته نيجي أولا إلى النقطة الأولى وهي ظروف الامام الكاظم في سجن السندي ابن شاهك الحديث يمر في زوايا الأولى من هو السندي ابن شاهك نحن كثيرا ما نسمع في ليلة وفاة الامام الكاظم عليه السلام عن هذا الرجل ونعرف بأنه سجن في سجنه وقتل بأبي هو وأمه ولكن من هذا الرجل نريد أن نتعرف عليه حتى إذا تعرفنا عليه حينما نسمع ما جرى منه لا نستغرب الحديث في هذه الزاوية على شكل أسئلة السؤال الأول تفت إلي هل كان السندي ابن شاهك لقيطا أم لا تفت إلي يعني هذا الرجل هل كان يعرف أبوه أو لا كان لقيطا لا يعرف أبوه التفت إلي جيدا حق إذا عرفت السبب يبطل عجب يقول المؤرخون شك المنصور العباسي لأحدهم يعني يجي يشتكي إلى واحد منه دماء مستشاري شنو هالشكوى قال شك المنصور لأحدهم ضعف حجابه شنو يعني ضعف حجابه يعني شكالهم أن الشرط أن العسكر الذي يحيط بقصره وفي سجونه ما كانوا بالقساوى المطلوبة كانوا ضعاف هو يريد أناس قسات لا يرحمون فقال له المستشار قال له استخدم قوما وقاحا وانت ما تقدر إلا بهذه الصفة قال ومن هم يعني أنا وين أروح حصلي هالحرس هؤلاء الخاصين قال اشتري قوما من اليمامة فإنهم يربون الملاقيق يعني اللقطاء يعني اللقطاء الذين ليس لهم آباء روح لك لهالمكان وانت خب لك كم واحد وهذول يصيروا حرس هؤلاء لا يخافون الله ولا ترق قلوبهم المنصور أخذ اثنين وهالي اثنين شوف يسمون أخذ اثنين الأول الربيع هذا يصير والد الفضل ابن ربيع المعروف والثاني السندي ابن شاهد اشتراه من هناك وكان لقيطاً لا يعرف أبا قل مولانا تعال سيدنا شلون ما يعرف أبا شا أنت ش تقول السندي ابنه شاهد يقولون هذه شاهد أمه مو أبو لأن ما إلى أب معروف لهذا ما تقدر بعد تنسبه صح له لا إلا إله أمه تقول هذا يحتاج دليل سيدنا بل في طبقات الأطباء وفي نهاية الأرب يقول هناك وسبى ذراريهم فكان من ذلك السبي مهروية وخلد وقرابتهما شاهك موضع شنو شاهد المصدر صح له لا رجل لقيق نسب إلى أمه لا يعرف أبوه هذا السؤال الأول السؤال الثاني زينحين كان يحب علي وأهل البيت أم لا بعد تحتاج إلى كثير كلام وإذا عرفت هذا الأمر بعد شنو هذي فروع صح له لا بس أجيب لك شاهد ينقل الطيفور طيفور في كتابه تاريخ بغداد أو بغداد يقول كان السنديو ابن شاهد يتأذ إذا سمع المأمون يفضل عليا على العباس بن عبد المطلب اسمعنا اس كلامه كما ينقله الطيفور في كتابه بغداد يقول قال يوما للفضل ابن ربيع هذا ابن الربيع صاحبنا فبصرت تعرفه الآن قال له ما ظننت أني أعيش حتى أسمع عباسيا يقول هذا شنو يعني يقول أن علي أفضل من العباس بن عبد المطلب فقال له الفضل ابن ربيع تعجب من هذا أنت متعجب قال لي متعجب شون يفضل علي قال هذا والله كان قول أبيه قبله شنو يعني يعني هذا الكلام كان كلام هارون والجميع كانوا يفضلون عليا على غيره لكن الرجل عند حساسية مفرطة من علي ابن أبي طالب وهذا يحتاج بعد تحليل لو خلاص جوابه موجود يا علي لا يبغضك إلا من خبثه وكان من إبليس عرفت الآن طب سؤال الثالث هذه شنو وظيفته سندي بن شاهق شنو كانت وظيفته يقولون كان رئيس الشرط والعسكر في بغداد يعني كانت القيادة العليا ما كان سجان كما يتبادر إلى ذهن البعض سجان عادي وكان ظالم لا لا كالرئيس الشرط والعسكر في بغداد يعني كان الناس تحت إمرته وبطش بعد سؤال الإمام الكاظم صرح فيه شيء نحن كل كلامنا تحليل تاريخي ودراسة صح لو لا الإمام صرح فيه شيء هذا الرجل نعم في وصيته وهذه موجودة في كتاب عيون أخبار الرضا في وصيته للمسيب ابن زهر قال يا مسيب إن هذا الرجس السندي عبر عنه الإمام بماذا بالرجس يعني ما كان عنده شيء من الرجس كان الرجس بأكمله يسير على الأرض هذا تعبير دقيق هل كانت له أخر هذا السندي نعم وكانت تسمى السندية بن شاهد وشاهد هذه من أمهم بعد لا تصير بعيدة عن ذهنك هذا شنو وضعها ينقل صاحب كتاب تاريخ بغداد يقول حبس أبو الحسن موسى بن جعفر عند السندي فسألته أخته ركز على هالقارينة بحتاجها فسألته أخته أن تتولى حبسه يعني أنت تركني شنو أني أتولى أمور الحبس وكانت تتدين يعني كان عندها شوية الدين ففعل يعني خلاها هي المسؤولة فكانت تلي خدمته يعني ما كانت تضيق وإنما كانت تخدمه بأبيه وأمه فكانت أخت السندي إذا نظرت إليه قالت خاب قوم تعرضوا لهذا الرجل وكانت تمنع السندي بن شاهك عن التضييق على الإمام الكاضي هذا كل عبارة عن الزاوية الأولى عرفت من السندي ابن شاهك وكل هالتفاصيل فإذا جيت ليلة الوفا هالظالم تعرفه نجد الزاوية الثانية وهي صفات سجنه تفت تفت إليه جيداً هنا المصيبة هنا المظلومين شنو صفات هذا السجن تفت إليه جيداً أنقل كلام ينقله الشيخ عباس القمي قدس سره في مفاتيح الجنان نقلاً عن السيد ابن طاوس في كتابه مصباح الزائر شي نقل هناك مجموعة زيارات للإمام الكاظم من ضمنها صلاة على الإمام صلوات على الإمام الكاظم هناك بيها الألم هنا المأساة هنا المظلومية بنقل لك ما قطعه باشرحه حك تعرف هالسجن شنو كان شنو يقول السيد في هذه الصلوات قال والمعذبي في قعر السجون وظلم المطامير خلينا شوية نشرح ش تريد هالكلمات تبين مفردة مفردة أولاً قالت قعر صح لولا قعر في اللغة ماذا يعني قعر الشيء يعني منتهى يعني النقطة النهائية فيه هذه عبر عنه قعر سيان عرفنا منتهى منتهى شنو قعر السجون هنا عبرت هالمفردات بالجمع ما قالت قعر السجن صح لولا لو قالت قعر السجن عرفنا أن السجن إلى أبعاد والإمام سجن فيه أبعاد نقطة فيه صح لولا لكن الكلمة قالت قعر السجون جمع ليش جمعت هنا احتمالات الاحتمال الأول راجع إلى عدد المرات التي سجن فيها الإمام الكاظل مو مرة وحدة مرات صح لولا فجاءت تقول هذا العظيم كان يسجن في كل مرة في أقصى ومنتهى السجن هذا تحليل الأول والاحتمال الأول الاحتمال الثاني قال لا قعر السجون مو يعني عدد مرات السجن لا 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 هالسجن كان فيه سجون متقابل صحيح أو لا هذا السجن مقابل هذا مقابل هذا وهناك سجن هذا يكون أبعد سجن عن منافذ الضوء والهواء فقال قعر السجون يعني إمامكم هناك سجن يعني وين السجن الأبعد عن منافذ الهواء والضوء هناك سجن هذا الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث ولعل فيه أقربية قعر السجون شنو يعني يعني مو سجون متقابلة ها قال يعني السجن الذي سجن فيه الإمام الكاظم كان سجن في قلبي في قلبي سجن في قلبي سجن ولذلك قعر السجون يعني إمامكم لم يسجن في السجون الظاهرية البارزة وين أعمق سجن هناك شوف هالكلمة قعر السجون يعني ما كان سجن عادي كان سجن في بطن سجن في بطن سجن هناك في أقصى نقطة وضع إمامك هذا المقطع الأول عديد المقطع الثاني شي يقول ظلم المطامير خلنا نشرح مطامير شنو قالوا مطامير هي عبارة عن الحفرة في الأرض يعني ماذا يعني تقول الصلوات الإمام لم يسجن في سجن على سطح الأرض لا حفرة في الأرض ولهذا عبر مطامير جامع ومفرده مطمورة والمطمورة حفرة في الأرض تطمر بعد حفرها هذه مطمورة صحيح يولا ليش جمع إش قال مطامير مو يقدر يقول ظلم مطمورة حفرة في الأرض لا 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 هذا يأكد الإحتمال اللي قربنا شنو أن إمام مو سجن في حفرة في الأرض لا حفرة في بطن حفرة في بطن حفرة وسجن إمامكم في أبعد نقطة شنو هالمظلومين هذه كلمات خب هذه مطامير في الصلوات قال شنو مطامير له قال ظلم ظلم جمع مفرده ظلمة عبر ظلم يعني شنو يعني هل حفرة في بطن حفرة في بطن حفرة ما كان فيها ظلام فقط وإنما كانت ظلام في ظلام في ظلام لهذا أنت تسمع المؤرخين ماذا يقولون يقولون بأن الإمام سجن في سجن لا يعرف فيه ليله من نهاره ظلام حالك هذا صفات سجن زاوية الثالثة ماذا صنع بإمامكم هذه صفات السجن بعد شنو أذية أذى نفس هالصلوات اللي ينقلها السيد ابن طاوس تشرح لنا عظم المظلومية أركز شوية شي يقول السيد يقول بعد لما تصلي عليه ش تصلي ش تقول ذساق المرضوض بحلق القيود شنو يعني شي يقلم الرض شنو الرض مرضوض من الرض يقول الرض هو عبارة عن الدق والتهشيم شنو يعني يعني أبلغ أعظم أشد أقوى من الكسر لأن الكسر كسر شي لكن الرض هو كسر مع دق العظم وتهشيم لهذا أنتو أرباب مقاتل أرباب عزاء ش سوي هاي مظلومية إمامكم الدمع لا تفتر على إمامنا مظلومية لهذا أنتو في أيام عاش وراء ش تقولون لما جالت الخيل على صدر الحسين شنو تقولون تقولون كسارت حوافر الخيل أضلاعه لا ش تقولون رضت أضلاعه يعني ماذا يعني مو كسر كسرت لا يعني دقت العظام هشمت عظمه تهشيم لهذا قاله رض هذا هذا الحسين تعال للكاظم قال ذي الساق المرضو يعني ماذا يعني يا شيعة الكاظم هل أغلال هل قيود ما أثرت في جلده فقط ما أثرت في لحمه فقط ما كسرت عظمه فقط أقبل دقة عظمه هالشمات عجيب شالي أغلال هي وقيود شنون يتأثر هالتأثير أكو عوامل العامل الأول مولاي شال لما يحطون الأغلال يحطوها بريق يكبسوها كبس على عظامه بعد هالأغلال ظلت فترة طويلة مو يوم يوم فترة طويلة بعد المؤرخون يقولون وضعاء السندي بن شاهك ثلاثين رطلا من الحديد إذن شنو هالمظلومية إمامي سيدي أنيئة لكم هالدمعة نعيش مظلومية ما ظلم إمام سجين مثل ما ظلم هالسجين سلام الله عليك مولاي نحن نريد نتقرض نشعدنا مولاي غير هالدمعة وياكو هذا ما يعود إلى النقطة الأولى نجي إلى النقطة الثانية وأحتاج الصلوات سلام الله ترجمة نانسي قنقر تفاصيل شهادته والحديث في زوايا الأولى أين كان هارون لما قتل الإمام الكاظن ابن الطقطقي في كتابه الفخر يقول فحبسه عند السندي ابن شاهك وكان الرشيد بالرقة فأمر بقتله يعني هارون لم يكن موجودا في بغداد لما قتل الإمام لماذا هنا احتمالان الأول أن الرجل أراد أن يتبرأ من دم الإمام لأن إذا كان موجود قد يتهمه الناس لما يكون خارج بغداد خب الناس إذا يتهمون يقول أنا لم أكن في بغداد الإحتمال الثاني أراد أن يرى ردة الفعل عند الناس يريد يعرف شي صير شنو ردة الفعل قوية أو ضعيفة لكن لو كان بغداد في بغداد ردة الفعل ستصيبه قوية أو لكن لما يكون في الخارج يدرس ماذا يصنع خب هذه ما يعود إلى الزاوية الأولى الزاوية الثانية كيف قتل السندي الإمام الكاظن ركزوا يا بها مظلومية المؤرخون يقولون جاء هارون بسم فتاك وبعثه إلى السندي ابن شاهك وضعه في رطب وقدمه إلى الإمام أكل منه الإمام عشر رطبا قال له السندي زد على ذلك كل أكثر قال له الإمام حسبك قد بلغت ما تحتاج إليه تناول الإمام أثارها السمخة مؤلم جسد الإمام بعد تأثى تغير مو المصيبة هنا المصيبة مؤلمة يعني شو الصف وأنا على منبرهم بعض المؤرخين يقول عادة المقتول اللي يموت كون التورك يموت براحة صحي الله إمامكم كانت عظامة مهشمة بالحديث أحشاؤه مقطعة بالسموم بعد يقول وضع السندي العسكر على رأسه وبعد وهو يحتضر يسمعوه تلك الكلمات والسباب والشتي شنو هالمظلومية شنو هالمظلومية مولاي روحي لك الفضاء بعد الزاوية الثالثة وصية الإمام إلى المسيب ابن زهرة المسيب ابن زهرة هذا كان أحد أفراد السلطة العباسية وكان هو المشرف على سجن الإمام الكاظم الأول لكن الله هدا هدا فصار من الموالين للإمام عليه السلام فتقول الروايات التاريخية جعل هو والسندي على الإمام الكاظم الإمام الكاظم يعرفه هم عنده محبة وإيمان وهم من أعضاء السلطة العباسية فموجود يم يقدر يوصيه له لا يقدر فصار يوصي قال فإذا دعوت بشربة من ماء شف عظم السم فشربتها ورأيتني قد انتفخت وارتفع بطني واصفر لوني وحمر وخضر وتلون ألوانا فخبر الطاغية بوفاتي يقول يقول المسيب ابن زهر يقول فدعاني قال يا مسيب إن هذا الرجس السندي ابن شاهكي سيزعم أنه يتولى غسلي ودفني هيهات 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 أن يكون ذلك أبدا يقول ثم رأيت شخصا أشبه الأشخاص به يعني بالإمام جالسا إلى جانبه وكان عهدي بسيدي الرضا وهو غلام فأردت سؤاله فصاحبي سيدي موسى عليه السلام أليس قد نهيتك لا تسأله يقول فلم أزل صابرا حتى غادر ذلك الشخص يقول قبض الإمام انتقل إلى رحمة الله إلى رضواني يقول شنو صار يقول فوالله لقد رأيتهم بعيني وهم يظنون أنهم يغسلونه فلا تصل أيديهم إليه لأن طاهر لا تمسه يد نجسه يقول ويظنون أنهم يحنطونه ويكفنونه وأراهم لا يصنعون به شيئا ورأيت ذلك الشخص يتولى غسله وتحنيطه وتكفينه يعني الرضا الرضا يقول فلما فرغ من أمره قال لي ذلك الشخص يا مسيب مهما شككت فيه فلا تشكن فيه فإني إمامك ومولاك وحجة الله عليك بعد أبيه يا مسيب مثلي مثل يوسف الصديق ليش؟ قال ومثلهم مثل إخوته حين دخلوا فعرفهم وهم له منكروا منكروا جيد الزاوية الأخيرة الإمام الآن في اللحظات الأخيرة هل سيخرج بالإعجاز إلى المدينة أو لا سيد ابن شهراش وبينق الرواية في المناقب يقول قال لي المسيب يا مسيب هذه قبل ثلاثة أيام من وفاة ما الإمام شرب السم وظل يحتضر ثلاثة أيام قال إني ضاعن في هذه الليلة إلى المدينة مدينة جدي رسول الله لأعهد إلى علي ابني ما عهده إلي أبي وأجعله وصي وخليفتي وآمره بأمري حين بأروح شوفوا المسيب شي يقول فقال المسيب كيف تأمرني أن أفتح الأبواب وعليها أقفالها والحرس معي على الأبواب تريد الآن تروح المدينة والأبواب والحرس شلون فقال يا مسيب ضعف يقينك بالله وبنا قال لا يا سيدي قال فسمعته يدعو ثم فقدته عن مصلاة فلم أزل قائما على قدمي حتى رأيته قد عاد إلى مكانه وأعاد الحديد إلى رجلي رجع وإذا بعد ثلاثة أيام يفارق الحياة يفارق الحياة لكن لما فارقه قبره أصبح ملاغ للجميع إمامكم ملاذ ملاذ حتى لأعدائه في قضاء الحوائج لهذا أنا وأنت الليلة لعدنا حوائج وعدنا هموم وعدنا مشاكل وقضايا نرفعها إلى إمامنا لأنه هو باب الحوائج لكن شنون نتوسل شنون نطل شنون نقدم بين يدي هالحاجات سيدي أقسم عليك بكسرة ظلوع البتو سيدي أقسم عليك بكسرة ظلوع البتو وبالجنين اللي سقط منها يا بنتها الرسول نخوي الكاظ ضمن أخيتك وبعلي فحل الفحول جوابكم هذا أنت باب الله ومراده لا ترد لي حاجته هذي جوابكم أنت باب الله ومراده لا ترد لي سيدي أقسم عليك بجاه مولانا الحسين عمك اللي فطرها شبد بالسم والمحة بعيدوا بالجنازة اللي رموها بالنبي الأهل الإحان شنو جوابكم أنت باب الله ومراده لا ترد لي حاجته كررها أنت باب الله ومراده لا ترد سيدي أنخاك نخوة بالشهيدة وذبحته ينفرج هم الموالي وكل سجين بغربته لأهل يرجع بالسلامة وتنكشف لكربته أنت باب الله ومراده لا ترد لي لا ترد لي عيدها أنت باب الله ومراده لا ترد لا ترد لي حاجته سيدي بجاهك وجاء طاهرة أم الخدور سيدي بجاهك وجاء الطاهرة أم الخدور زيانة بالحورة العفيفة بتعلي روح الصبور بعد عندنا واحد جاهب وفاضل وشفني وراس المنطبور أنت باب الله ومراده لا ترد لي وينكم أنت باب الله ومراده لا ترد لي ولي 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 كأني بالإمام من سجن إلى سجن من مطمورة إلى أخرى إلى أن أوصلوه إلى سجن السندي بن شاه جاء إلى إمامكم وصار يضيق عليه وضع عليه ثلاثين رطلا من الحديد وضعه في مطمورة لا يرى ليله من نهاره فيها آه الآن بذكر مصيبة يعذروني السادة يعذروني السادة شوية أجر أجر يقول أحد الخطباء في ذات يوم ضاق النفس على إمامكم الكاظم يا علي يا علي يا علي يا علي فوضع وجهه على باب سجنه فلما نظر إليه اللعين رفع يده يا الله ولطمه على وجهه آه سادة غيارة مؤمنين أشوفكم بكيتوا وشهلط ما ذكرتكم بالاطماء آه من اللي لطموها على عينها يلا 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 نادوها يلا نادوها يلا نادوها زهرة تعالي لوليد شواسي انتي ملطوم وهو ملطوم نرضي المدينة جيت لك واجذب ونيني قصدي أواسيك بدموعي وبحني يبني مثل ماتل طمآن القمو يبني مثل ماتل طمآن القمو كرر يبني مثل ماتل طمآن القمو وعينك مثل عيني غدت يا أولادي حمرا بعد له بطوامير النفس منك وسفغا ريد علي يبني مثل كني غاب النفس مني ورل آه آه مثل كني غاب النفس مني ورل متى؟ يوم اعصروني والصدر يا واسفهن قول ها يوم اعصروني والصدر يا واسفهن ومن الحشي محسن وقع دامع لغبره بعد بعد ولادي فرجوا لك أغلال الآن أواسيك بس أريد ونتكم أقوها لو ياضي وعيوني تعبت من ثقل الأغلى ومن موضع القادة الدمى من معص ومكسا اشت الذكار؟ اذكر علي حين انسحب واسفه بله عيد ها اذكر علي حين انسحب واسفه بله ومن خلف أنا انت حب والحال قشرة ولي ولي كأني بإمامنا قدسوا له ثم النقيعا ما انت جرعه إمامكم حتى تغيرت أحواله وتبدلت ألوانه بقي ثلاثة أيام على فراش مرضه فلما اقترب أجله ودنت منيته كأني به قد تعرق جبينه وسكن أنينه مد يديه ورجله يا زهر مدهم بأغلال حديد يا الله في ساعة احتضاره الأعدى يحوطونه من كل مكان يسبونه يشتمونه يا الله أينك يا عليه أينك يا عليه ففاضت روحه ولي عجيب مصيبت ولا عجيب هاي طوركم طور محرام يلا 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 جروا وياي شيلوا وياي إيه عجيب مصيبت والله من سجني لسجن ظالمي محرام وشب دمني الألم زايد له عدكم وأن لو ما عدكم يلا تريدوا تونون عاشوري لو لا عجيب مصيبت والله عجيب إيه بالغاد والحجيب وأم والي مصيبت من سجني لسجن ظالم يجيب وشب دمني الأل عام زايد له ولي علي بن سويد يقول دخلت على الإمام قال لي يا علي الفرج يوم الجمعة على جسر بغداد فانتظروني هنا يقول علي بن سويد فذهبت إلى بيوتات الشيعة بشرتهم خرجوا جميعا ينتظرون الفرج بينما هم كذلك وإذا بجنازة يحملها أربعة حمامي يا الله وضعوها على جسر بغداد صاح المنادي بنداء ما أقدر أقول يا زهر ندى آخر قال من أراد أن ينظر إلى إمام الرافضة فهو على جسر الرصافة هذا على لسانكم هلبيت على لسانكم عزنا تبدل يا فخر طيبة وتهامة يلا يلا خاطبوا كل يا مولاي أردنا الفرج وإنت جنازة عزنا تبدل يا فخر طيبة وتهامة كل يوم نترجاك تطلع بس ثارد دهر بقلوب ناس وابسها فاق الجسر مطروح يا موسى بن جعب ويلي بعد بعد ما خلصيت هنا المصيبة جاء علي بن سوي نظر إلى إمامكم ما عرفه تغيرت ألوانه تبدلت أحواله دقق النظر عرف الإمام صرخوا إمامه ويلي ويلي أريد أفتح مصيبة أخرى أريد شوية أعرّج أعرّج شوية علي بن سويد أنت ما عرفت الإمام الكاظم لا ما عرفته غيرته السمو غيرته الأغلال لكن يا علي بن سويد أنت ما شفت جثة بلا راس علي بن سويد ما نظرتي إلى جثة طحنت هالخيل طحنة ايه 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 من اللي وقفت على جسده وشافت مدرب يا قلوب شافت خدم وسد الغبر وجثت من كثر لسهام ألف يا حف متوذرة بعاد وأثر لمثلث بصدره تعدي حق خرز ظهره مدري شلون حالتها من شافة حجر لجبي ها زينب ها زينب مدري شافة الذباح ذاك الفاقد حساس اعتذر وهو يتربع ابن علاه وخمّد من أنفاس وبسيفة يحزن حراه يا واسفة وفصل راسه ودم على الترب يجري من نحر نهر صوب بعد بعد أجره مدري بيا قلوب شافت راسه عالي فوق سنار وجسمه على الترب مطروح بلا غسل وبلا أك بعد وبدال الغسل تلعب عليه خيولهم ميدان أظن من شافة المنظار حارت تتجه له ولي بعد تريدون تبتشون له بعد ها بعد كأني بجنازة المولى قد حملوها على الأعناق يلا هاي شيلتكم هاي شيلتكم يلا شيلوها وياي جهزوا كفنوا وخلوا على الأعناق وصاروا وشيلوا يلا يلا جهزوا وشيخ العشيرة بالمعزة وغسلة طماع طماع بزينب والزهرة أحشمكم أقوى أريدها يلا شيلوها أبيات تتعرفوها حبيبي جهزوا جهزوا وشيخ العشيرة بالمعزة وغسلوا وبرد بعشرين أليف جسمي بنجع فاركف ونادى لمحشم يا شيعة إمامكم قموا حملوه طلعت الشيعة بدهشة للسراير معرضة يلا يلا هاي أبياتكم وعن غريب الغاذر وين غابت عيدوا عيدوا ترى الزهرة تستار عيدوا عيدوا ترى غريب ما حدوا يلا شيلوا وحفظيها وعن غريب الغاذر وين غابت لتحضره وقضيل ما تدوس العوادي جث بعيد وعاينه وزينه بتنخي من يشيل جث جث تظلت على حر صعيد مر ننخ يمت الفرق ننخ يابن الحج يوقف حبيبي بارك الله بارك الله دقائقوا ما أطول حبيبي ساعدني باللطم والجواب ننخ يمت الفرق ننخ يمت الفرق ننخ يابن الجواب ننخ يمت الفرق يابن لا تستحي وجع وجع صدره ننخ يمت ننخ يابن الحجو يام يام ղ يام 옛 جاع يام هك وحق كظم العترة هلي قضي عمره واسط السجين واسط وحق سجنه وغيابه وحق لوعة أحبابه وحق لوعة أحبابه مولاي ننخل عجل مولاي صرنا بوجل مولاي ننخل عجل صرنا بوجل يا المنتظر هي المنتظر هي المنتظر هي المنتظر هي المنتظر أعنّ غبت مثلا بعدك فلا نحمل أعنّ غبت مثلا بعدك فلا نحمل شنه العذور شنه واعدهم الجمعة وانت تجي الجمعة واعدهم ال وانت تجي الجمعة طال الصبور طال ما سمع طال نبشيك يا ابن الهدى نبشيك شفنا الردى نبشيك يا ابن الهدى كشفنا الردى يا المنتظار يا المنتظار ايدك فوق يا المنتظار يا المنتظار يا المنتظار يلمح دي بغيابك 1974 تتعذب أحبابك يا المهدي بغيابك تتعذب أحبابك ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار قولة ليل ونهار ذكرك فالاعفته يمت الفرج يمته ذكرك فلا عفته يمت الفرج يمته صحنا البدار صحنا البدار صح بحماك كل البشاك بحماك يبني الغراء بحماك كل البشاك بحماك يبني اليدك يالمنتظر 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 مسمع يالمنتظر يالمنتظر يالمهدي وجنودك تدعي الله يعودك طال الغياب طال الغياب شفنا الكدر والهم وارجوعك البلسم شفنا الكدر والهم وارجوعك البلسم شفنا الكدر والهم وارجوعك بحماك يبني الغراء شفنا الكدر والهم وارجوعك بحماك يالمنتظر 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 شفنا الكدر والcup هؤلاء يالمنتظر وفائدان ونعطرا ودليلان وعيها أساس السنوء وأرضك قوة وتمشعه فيها قويلة لرحمتك يا الله اللهم إني أسألك بفاطمة وأبيها وبعلها فرج هموما المهمومين اقضي حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين لا سيما المنظورين أن يدعوا لما أنا العاملين احفظ مراجع الدين احفظ مراقد أئمة المؤمنين من المعتدين وبالخصوص زوار الكاظمين اللهم ادفع السوء عن شيعة أمير المؤمنين في العالمين يا رب العالمين اخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم يا الله أموات الحاضرين مع أمواتنا ومن مات على الهدى والإيمان رحم الله من يقرأ للجميع الفاتحة قبلها الصلوات احفظهم فردا احفظهم فردا احفظهم فردا